إشكالية فنية بسيطة نتج عنها توقف أكبر المولدات الكهربائية هنا في مديرية لودر بمحافظة أبيان سوء الصيانة ضاعف من مشكلة انتفاء الكهرباء في لودر والمديريات المجاورة لها هذا المولد فلندي عني 2 ميجا حمولته الآن واقف لحوالي يومين نجيت النقص للزيت ويحتاج إلى بعض الصيانة في بعض الفلترات الوغود غياب المتابعة وعدم إجراء الصيانة اللازمة للمعدات وآليات الشبكة العاملة في مؤسسة الكهرباء كان سببا في ترد الخدمة وتفاقم معاناة الناس في أكثر من جانب لا سيما القطاع الصحي وتلف المواد الغذائية حيث تجاوزت ساعات الانطفاء الست عشر ساعة في اليوم الواحد في مديريات المنطقة الوسطى ومكيراس الآن لحمل خط الآن معنا خط مكيراس لحملها إلى الساعة خمس خمس بالضفيه باللصيه برضاه خط لودر يعني معدلة يتحملها من خط كل تعملها تحملها خط واحد بس مشاكل عدة تسببت في توقف خدمة الكهرباء في المديرية لكن أبرزها تلك التي حولت المديرية إلى ساحة لصراعات لم تنتهي حيث تعرضت المؤسسة العامة للكهرباء كباقي المنشآت الخدمية للاستهداف ودمرت خزانات الوقود كما تعرضت الكثير من الآليات لأعطاب كبيرة نتج عنها خروج الخدمة خصوصا في المديريات الشرقية والذي يقابلها إهمال الجهات المسؤولة منذ ما يزيد عن خمس سنوات ولم تسوق للناس سوى الوعود بالإصلاحات الغائبة لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان نتج عن fines خطوصا card ترجم إبراهيم جرعه، ترجم إبراهي وقد أن not Hakشeren